لغة الكلام كما وضعت على فمي ولولا الحب لم أتكلمي يا كوكب التوحيد حسبي أنني أحد الشدات الهائمين الحومي إن الذي سواك في تنزيله إن الذي سواك في تنزيله وفاك وصفا بالثناء الأكرمي ما حيلة الشعراء ما حيلة الشعراء زاد عناؤهم رهبا لدى هذا الجلال الأعظم الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات ونجدد معا التحية عبر ندوة من ندوات ملتقى الفكر الإسلامي هذا الملتقى الذي يجمع بين جنباته علماء كرام هذا الملتقى الذي يحاول تقديم الفكر الوسطي الذي أمرنا به ديننا الإسلامي الحنيف شريعة إسلامية قرآن كريم وسنة نبوية سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ندوة اليوم هي ندوة يشرفنا فيها الضيفين الكريمين فضيلة الدكتور محمد الصفتي من علماء وزارة الأوقاف المصرية أهلا وسهلا بكتور وفضيلة الشيخ محمد حسن من علماء وزارة الأوقاف المصرية أنا شيخ محمد سعداء ببعودك معنا وندوة اليوم بعنوان أهمية فهم المقاصد العامة للقرآن الكريم الضيفين الكريمين لكل واحد منهما كلمة مقسمة على جزئين نبدأ الكلمة مع فضيلة الدكتور محمد الصفتي في جزئها الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكل عام سيادتكم بألف خير وسعادة وسرور هذا الشهر الكريم شهر رمضان هو شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ففي القرآن الهداية وفي القرآن السعادة وفي القرآن كل خير وفي القرآن كل سعادة يلتمسها الإنسان القرآن الكريم كما ذكر الله تعالى فيه فيه هدى للمتقين القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون القرآن الكريم راعى كثيرا من المقاصد التي ينبغي أن يؤسس لها في المجتمع وأن تكون مبدأ أو مبادئ حياة تطبق وتتبع لتحقق استقرار المجتمع وتحقق السعادة لجميع أفراد وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلهم آيات الله تعالى والحكمة لكي يصلح مشكلات المجتمع ويوجه الناس إلى ما فيه خيرهم وإلى ما فيه سعادتهم وإلى ما فيه فوزهم في الدنيا بالحياة الكريمة وفي الآخرة بالنجاة من عذاب الله والفوز بجنات النعيم كثير من الناس قد يتصور أن في تشريعات الله تعالى في القرآن أو في تشريعاته في السنة المشرفة أن في ذلك تضييقا على الناس وليس هذا الفهم بفهم صحيح بل هو فهم سقيم ذلك أن الله تعالى يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فالقرآن لم ينزل للشقاء أبدا بل نزل لتحقيق سعادة الإنسانية هذا القرآن الكريم جاء بكثير من المبادئ والأسس والقواعد التي من خلالها قصد قصدا سعادة الإنسان وجلب كل ما يصلحه والتخلي أو الإبعاد عن كل ما يؤذيه أو كل ما يضره ومن هنا كانت نظرات العلماء في القرآن الكريم في كتاب الله تعالى إلى فهم هذه المقاصد ومحاولة استلهام واستنباط ما يقصد من التشريعات الإسلامية وما يقصد من القصص القرآني وما جاء به هذا الكتاب الكريم لكي يؤسس لحياة مثالية تقوم على إسعاد البشرية وتقوم على إعطاء كل ذي حق حق تقوم على رعاية الحقوق وأداء الواجبات تقوم على احترام الإنسان كإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل من هنا كان هذا العلم علم المقاصد علم يُعنى بتأسيس هذه القواعد وتلك المبادئ وهذه النظريات المقاصد قصمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام منها مقاصد ضرورية يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن تتخلف في المجتمع ووجود خلل فيها يؤثر على كيان المجتمع وعلى استقرار ومنها مقاصد كما قال العلماء مقاصد تكميلية بمعنى أنها تحسينية ومنها أيضا مقاصد حاجية لا بد من وجودها وإن كان في وجودها أقل شأن ما أو نوعا ما من المقاصد الضرورية باختصار شديد ذكر العلماء أن المقاصد الضرورية تتمثل فيما يعرف عند أهل العلم بالكليات الخمس أو الكليات الست حسب اجتهاد العلماء في ذلك وقالوا هي عبارة عن حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وعند التأمل ستجد أن كل تشريعات الدين تنطلق أو تخدم هذه القواعد أو هذه الكليات الخمس حفظ الدين لا بد من وحفظ النفس لا بد من وحفظ المال لا بد من ومن قبل حفظ العقل وحفظ النسل هذه الأشياء أشياء ضرورية جدا ركائز أو أركان لا يصلح المجتمع بحال من الأحوال إذا فقد ركنا منها أو إذا وقع خلل كبير في ركر من هذه الأركان مثلا حفظ النفس معناه أن الشرع الشريف اهتم اهتماما كبيرا بنفس الإنسان ولا يمكن بحال من الأحوال إذا أصاب هذا النفس مكروه أو أصابها شيء من الضرر أو أصابها شيء من العنت أو أرهقت دمها أو شيء من هذا القبيل لا تصلح الحياة إذا أهدرت النفس البشري ومن ذلك كانت تأكيد مرة بعد مرة على وجوب حماية حرمات النفس وتقرأ في آيات القرآن الكريم وتقرأ كثيرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من النصوص التي تؤكد على هذه المعاني السامية إن حفظ النفس ده هذا أمر خطير لا بد أن أن المجتمع لن يصلح أبدا إذا وقع خالل ما في هذه الجزئي وكل مثل ذلك في حفظ العقل كل مثل ذلك مثل ذلك أيضا في حفظ المال في حفظ النسل ومن قبل ذلك ومن بعد ذلك كل مثل ذلك في حفظ الدين هذا الدين الذي اغتضاه الله تعالى لعباده ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة المعيشة ضنك ليس معناها المعيشة التي فقدت فقد فيها الإنسان المال أو فقد فيها الإنسان الصحة أو فقد فيها الإنسان العمل أو مصدر رزقه لا ليس ذلك المعيشة ضنك هي المعيشة التي تتوفر فيها أسباب السعادة ومع ذلك لا تتحققه الإنسان السعادة بمعنى كلمة ضنك معناها الشدة والضيق يقال إن بفلان ضنك كان عنده صعوبة في التنفس صعوبة في استنشاق الهواء هكذا الضنك أن يعاني الإنسان من قلة السعادة أو من عدم السعادة مطلقا في الوقت الذي تتوفر لديه كل المتع أو كثير منه ومع ذلك تجدوه يصب بالتوتر ويصب بالقلق ويصب بالاضطرابات النفسية ويصب بالاضطرابات الفكرية أو العقلية وهذا أمر نؤكد عليه أن الإسلام الحنيف عندما يقول إن من الكليات الخمس مثلا حفظ النفس ليس قاصرا الحفظ النفس من حيث الحياة والموت لا من حيث استقامة النفس في ذاتها أن تكون نفسا مطمئنة نفسا مستقرة فهذه الأمور الخمس وهذا يعني تقعيد للمسألة هذه الأمور الخمس هي من الأمور أو من المقاصد أو الأهداف الضرورية في أي مجتمع ما حتى يكون هذا المجتمع مجتمعا سويا مجتمعا يؤدي رسالته كما ينبغي حتى يكون مجتمعا تتوافق فيه الأفكار وتتوافق فيه الرؤى وتجتمع فيه كل هذا لكي يؤدي المجتمع الغرض المنشود منه بعض الناس يتصور أن وجود اختلافات بين الناس في أفكارهم أو في معتقداتهم أو في رؤاهم أو في أديانهم يقف عقبة أمام تلاحم المجتمع وهذا الخطأ ناتج أساسا نتيجة عدم فهم السنن الله تعالى الكوني بمعنى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحد ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك يعني الاختلاف سنة كونية من سنن الله تعالى في المجتمع لا بد أن يختلف الناس ولذلك خلقهم خلقهم ليختلفوا أو خلقهم ليرحمهم فالاختلاف لا ينبغي أن يقف عقبة أمام تلاحم المجتمعات ولا ينبغي أن يكون سببا للتنافر في المجتمع يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا لكي يكون التعارف هو الأصل والأساس الذي يقوم عليه المجتمع لا يقوم المجتمع في الإسلام على الصراع الصراع حضرات ده أفكار غير إسلامية أو فلسفات غير إسلامية لا يقوم على التناقض لا يقوم على أن يكون هناك صراع في الحضرات أو صراع بين الطبقات أو صراع بين الأجيال أو صراع بين جانب الرجل أو صراع من جانب المرأة الإسلام لا يعرف هذه الصراعات لأنها تختلف اختلافا جوهريا مع المبدأ الإسلامي في أن يكون المجتمع مجتمعا متماسكا مجتمعا معتدلا مجتمعا تسود فيه الألفة والمحبة والتراحم والتواصل وكل فكر يؤدي إلى غير ذلك أو يدعو إلى خلخلة المجتمع أو نشر الفتنة فيه أو يدعو إلى أن يكون المجتمع متناحر أو فيه طبقات بعضها فوق بعض أو استضعف طائفة دون طائفة هذا الفكر يناقض تماما ما جاء به الدين وما جاء به القرآن الكريم في أن يكون هذا المجتمع مجتمعا مترابطا متواصلا فيما بينه إذن حفظ النفس البشرية من ناحية حفظ دمها وحفظ طمأنينة النفس وحفظ سلوكياتها وأخلاقياتها وحفظ ما تكون به هذه النفس المطمئنة نفسا قائمة ونفسا سوية هذا أصل أصيل ورقن ركين في مقاصب قصد إليها القرآن الكريم قصدا لكي يؤتي هذا الوحي الشريف وحي الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤتي أكله في دنيا الناس ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وفي القرآن الكريم أن من استمسك بدين الله تعالى حق التمسك فهذا يضمن لنفسه السعادة في الدنيا وفي الآخرة يضمن السعادة في الدنيا باستقام الحياة فيها ويضمن لنفسه السعادة في الآخرة بأن يؤتي عمله في الدنيا يؤتي ثمرته عند الله عز وجل نسأل الله التوفيق والقبول بإذنه تعالى آمين يا رب العالمين بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد الصفتي من علماء وزارة الأوقاف المصرية ونسأل الله القبول دائما في كل وقت وحين فالعبد نفسه ضعيفة مهما كانت هذه النفس التي تحمل بين جنباتها القلب القلب الذي يسعى كل مننا إلى أن يكون سليما رغم ما في ذلك من صعوبات كبيرة يواجهها القلب في الحياة ولا ننسى أبدا حينما وصف الخالق سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم إذ عبر الوصف القرآني بشكل جامع لغوي بديعا إذ جاء ربه بقلب سليم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أصحاب القلوب السليمة للقلوب المريضة ونسأل الله أن يعيننا على أن نكون من أصحاب هذه القلوب السليمة في عودة إلى جزء ثاني من كلمة فضيلة الدكتور محمد الصفط إن شاء الله لكن بعد الجزء الأول من كلمة فضيلة الشيخ محمد حسن من علماء وزارة الأوقاف المصرية فضل فن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا من تقاصر شكري عن أياديه وكل كل لسان عن معانيه وجوده لم يزل فردا بلا شبه على عن الوقت ماضيه وآتيه لا دهر يخلقه لا قهر يلحقه لا كشف يظهره لا سر يخفيه لا عد يجمعه لا ضير يمنعه لا حد يقطعه لا كطر يحويه لا كون يحصره لا عون ينصره وليس في الوهم معلوم يضاهيه وجوده أزلي لا زوال له وملكه دائم لا شيء يفنيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرف الله تعالى حبيبه ومصطفاه بأن أنزل عليه خير كتاب لخير أمة وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي يهنائي القرآن حياتي تحية طيبة مباركة كل عام وحضراتكم بخير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وأن يجعل القرآن قائداً لنا إلى الجنة لا سائقاً لنا إلى النار اللهم آمين وبعد فالقرآن الكريم جعل الله سبحانه وتعالى له حكماً وغايات هذه الحكم أو المرامي أو الغايات هي ما تسمى بعلم مقاصد القرآن الكريم أو المقاصد العامة للقرآن الكريم والله سبحانه وتعالى جعل شرف الشيء من من تسب إليه أو مما يحققه من نفع فحينما شرف الله تعالى القرآن الكريم شرفه بهاتين المنزلتين حيث جعله الله سبحانه وتعالى كلاماً يوصف بأنه كلام الله وشرفه بأنه في غايته يهدف أو يهدف تحقيق السعادة للإنسان كما قال سدن الإمام العز بن عبد السلام حين قال رحمه الله وما القرآن الكريم إلا أمر باكتساب الخير أو زجر عن اكتساب الشر ومعنى ذلك أن المقصد الأساسي من القرآن الكريم هو تحقيق الخير للبشرية كلها فكان من حقنا أن نسأل وأن نجيب أن نسأل سؤالين وأن نجيب عنهما السؤال الأول ما الغايات أو الحكم أو المقاصد العامة من القرآن الكريم والسؤال الثاني ما الحكم والغايات والمقاصد الجزئية من القرآن الكريم فنقول وبالله التوفيق أما المقاصد العامة للقرآن الكريم فيمكن لنا أن نجملها في سلاسة أمور الأمر الأول أن القرآن هداية الأمر الثاني أن القرآن عبادة الأمر الثالث أن القرآن إعجاز أما الهداية فهداية القرآن الكريم ليست هداية واحدة بل هداية القرآن الكريم وقد اتسمت هداية القرآن الكريم بأنها هداية عامة هداية تامة هداية واضحة فحينما ننظر مثلا إلى آيات الأحكام في القرآن الكريم نجد كما قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى أن آيات الأحكام في القرآن الكريم خمسمائة آية ونحن نعلم جميعا أن عدد آيات القرآن الكريم ستة آلاف ومئتان وست وثلاثون آية إذن فلو قمنا بعملية حسابية نستطيع أن نقول أن الأحكام التشريعية في القرآن الكريم تمثل واحد على اتناشر من القرآن وحينما نجد أن القرآن الكريم قد حوى في سلسيه قصصا ونجد أن القرآن الكريم جمع إلى ذلك حكما وأمثالا لابد أن ندرك أن الغايات من هذا الكتاب السماوي الذي جعله الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ندرك تمام الإدراك أن الله سبحانه وتعالى جعل هدايات القرآن متعددة نوضح الأولى هداية القرآن هداية عامة ومعنى أن القرآن يقصد الهداية العامة أي أنه هداية لكل إنسان ولكل زمان ولكل مكان وهذه العمومية أو هداية القرآن العامة توحي لنا بهذه الآية القرآنية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها حين قال سبحانه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ومعنى ومن بلغ أي ما بلغه من الزمان وما بلغه من المكان ومن بلغه من الأشخاص فهذه هداية عامة أما الهداية التامة فحينما نرى وننظر نظرة فاحصة في القرآن الكريم نجد أن القرآن كله قد استهدف أنه سبحانه وتعالى عالج كل المشكلات مثلا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نظم علاقة الإنسان بنفسه ونظم علاقة الإنسان بمن حوله ونظم علاقة الإنسان بالحق سبحانه وتعالى جمع القرآن الكريم كل الأحكام العقائدية والعبادة والأخلاق نجد أيضا أنها هداية واضحة إذن لا غموض فيها لا لبس فيها لا إشكال فيها هذا عن هداية القرآن أما عن إعجاز القرآن فحينما ننظر في القرآن الكريم نجد أن القرآن كله معجز كما نعلم جميعا قد تحدى الله سبحانه وتعالى به الإنس والجن فعجزوا عن أن يأتوا بمثله وقد عبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة قائلا كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ومعنى إعجاز القرآن البعض يظن أن إعجاز القرآن الكريم يقف عند حدود اللفظ أو عند حدود المناسبة أو عند حدود التناسب أو عند حدود المراعاة أو علاقة الصورة بما سبقها وما لحقها في الحقيقة إعجاز القرآن الكريم أعم وأشمل من ذلك الثالثة التعبد ومعنى التعبد أن الله سبحانه وتعالى جعل عملية تجارية بين من يقرأ القرآن وبين من يتاجر مع الله سبحانه وتعالى فكل حرف كما نعلم جميعا بحسنة والحسنة بعشر أمثالها ولذا قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ومعنى أن يعبر الله سبحانه وتعالى هذه التعبيرات البليغة يقول يرجون تجارة والمعروف أن التجارة تدر على الإنسان الربح الوفير ويؤكد الله هذا الربح بقوله تعالى لن تبور ثم يؤكد ويزود العطية بقوله ليوفيهم أجورهم ومعنى الوفاء أي أن الله سبحانه وتعالى يعطي الحق كاملا بل يزيد ولذلك قال الله عن سيدنا عيسى فلما توفيتني أي أعطيتني الحق الذي كتبته لي من المكس على الأرض والله سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة لا تقتصر على جانب الحسنة فقط بل هناك من الغايات وهناك من المقاصد التي تشرح الصد وتنير القلب يعني نأخذ مثالا على ذلك حينما يقول الله سبحانه وتعالى على لسان إبليس ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين نلحظ هنا أن الجهات في الحقيقة ست والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية على لسان إبليس أنه يستطيع أن يأتين من جهات أربع أتينهم من بين أيديهم الأمام ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فأين جهة العلو وأين جهة السفل نقول في الحقيقة الحكمة أو الغاية أو المقصد من هذه الآية مقصدان أولهما أن هدف إبليس إضلال هذا الإنسان وأن الله تعالى يهدف إلى مرمى بعيد ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى يشار إليه إلى جهة العلو والاستعلاء والسمو والرفعة دون تحديد زمان ودون تحديد مكان فالحق سبحانه وتعالى قد تعالى عن الزمان والمكان كيف وهما من خلقه سبحانه فحينما أشار الله تعالى في هذه الآية إلى أن إبليس لا يستطيع أن يأتي الإنسان من جهة العلو لأن الإنسان إذا حافظ على مراقبته لله علواً حفظه الله من جهة السفلاء هذه غاية عظيمة نستطيع أن ندركها من هذه الآية أو من خلال تفحصنا ونظرتنا ولذا لا يكون حالنا مع القرآن مجرد أن نقف عند المحطة الأولى فمحطات القرآن الكريم ثلاث أولها كراءة اللفظ ثانيها فهم الآية ثالثها العمل بما أراد الله سبحانه وتعالى مننا هذا وبالله التوفيق نفعنا الله وإياكم بالقرآن الكريم آمين يا رب العالمين بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد حسن من علماء وزارة الأوقاف المصرية ونعود بالكلمة في جزئها الثاني مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصفتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بالفعل المقاصد في القرآن الكريم موضوع يحتاج إلى كثير من الإضاحة والتوضيح لأن القرآن الكريم ما جاء إلا لإسعاد البشري وما جاء إلا لصلاحها بالأمر بكل ما ينفع والنهي عن كل ما يضر وهذا واضح جلي في قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك فإنما هي خير تؤمر به أو شر تنهى عنه إنما هي خير تؤمر به لأنه لا يأمر إلا بكل خير أو شر تنهى عنه لأنه لا ينهى إلا عن كل شر الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه ولذلك فسبب سعادة البشرية لاقتراب من هذا الوحي إلهي وسبب تعاستها لابتعاد عن هذا الوحي إلهي بقدر اقترابنا بقدر سعادتنا بقدر ابتعادنا بقدر تعاستنا وعندما تجد القرآن الكريم ينظم للمجتمع تعاملاته ومعاملاته وأخلاقياته وكيفية إقامة الأسرة وكيفية النهضة بالعمل والدعوة إليه والحث على كثرة الإنتاج عندما تجد في القرآن الكريم يقول في كثير من آياته ويوضح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزيينهم هذا في الدنيا وفي الآخرة ولا نجزيينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بمعنى أن الأيمان المقترن بالعمل الصالح وأن العمل الصالح المقترن بالإيمان سبب من أسباب سعادة الإنسان وسبب من أسباب استقراره النفسي وسبب من أسباب أكل الحلال وسبب من أسباب البعد عن الحرام تجد آيات في القرآن الكريم تنظم التعاملات التجارية والمعاملات المالية لدرجة أن أطول آية في كتاب الله تعالى وردت لتتحدث عن جزئية ربما تكون صغيرة في باب عظيم جدا في باب المعاملات هي جزئية التداين أطول آية في القرآن الكريم جاءت لتنظم هذه الجزئية يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بديني إلى أجل مسمى فاكتبوه إذا كانت تداين جزئية صغيرة أو بسيطة من باب كبير في باب المعاملات والمعاملات باب من أبواب الاقتصاد والاقتصاد جزء من أجزاء الحياة الحياة كلها ذكر الله عنها كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيل فكون آية هي أطول آية في القرآن الكريم جاءت لتنظم هذه الجزئية البسيطة من أجزاء الحياة لدليل عظيم على أن مقصد القرآن الكريم في مقاصده القرآن من عظيم الشمائل هذا الدين أنه دينه يجمع بين الدين والدنيا يجمع بين الدنيا والآخرة يجمع بين النفس والجسد يجمع بين مطالب الروح ومطالب البدن تقرأ في آيات القرآن الكريم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وبعدها مباشرة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ما أعظم هذا الدين الذي لا يجعل هناك تناقضا بين حياة الإنسان التعبدية والروحية وبين حياته العملية في أرض الواقع يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بعدها مباشرة وذروا البيع كأنه كان فيه بيع وشراء وتجارة وسوق قائمة فيه نقل فيه مواصلات فيه حركة قائمة في السوق فيأمرهم الله تعالى بأن يدعوا هذا بصفة مؤقتة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلموا فإذا قضيت الصلاة فالتعودوا مرة ثانية إلى دنياكم ولتشتغلوا مرة ثانية بأمور حياتكم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ما أعظم هذا الدين فابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وفي الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما رأى بعض المتكاسلين الذين فهموا الدين فهما سقيما جلسوا في المسجد بعد انتهاء الصلاة الجمع ما أجلسكم لماذا تجلسون فقالوا نحن نجلس نبتغي الفضل من الله تعالى وقال أنه رضي الله تعالى عنه أراد أن يعاقبهم على سوء فهمهم القرآن الكريم يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذا الدين الذي يجمع بين الدنيا والآخرة كما قلت يجمع بين مطالب الروح ومطالب الجسد دين يعطي كل ذي حق حق بحيث لا يبغي أحد على أحد ولا يطلب أحد ما لا حق له فيه ولا يدعي أحد ما لا حق له به ويكفي في ذلك أن تعلم أن هذا الدين في سبيل إسعاد البشرية في الدنيا وفي سبيل مراعاة التخصص يقول في موضعين من كتاب الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا يعني عندما يكون هناك أمر من أمور الدنيا أو أمر من أمور الدين ليس للإنسان معرفة به وليس له فقه في هذا المجال لا يعاب عليه بشيء أن يؤجل الإجابة حتى يصل إلى المتخصص أو يسأل أصحاب التخصص في هذا المجال وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم تأتيه الأسئلة منها هنا ومنها هنا فيتوقف في الإجابة عنها حتى يتنزل الوحي على قلبه صلوات الله وسلامه عليه أيضا ضرب لنا صلى الله عليه وسلم أعظم الأمثلة في كيف أن الفهم في الدين أحيانا يختلف أو يغير الفهم في الدنيا بمعنى أن التخصص في مجال من المجالات الشرعية ليس شريطا أن يكون ملتصقا أو متصلا بتخصص في مجالات الدنيا بل سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن تأبير النخل مثلا ورأى قوما يلقحون النخل بعضه ببعض حتى ينتج ثمراته المعروفة فقال لا أراه يكون شيئا أو لا أراه يفعل شيئا فتركوه فخرج شيصا يعني المحصول سنتها في هذه الأرض لم يخرج على الوجه المطلوب لا يؤكل لا يصلح للأكل فرجعوا إليه صلى الله عليه وسلم قلت كذا وكذا وكذا فقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم وهذا الحديث الشريف يؤصل لعدة معاني منها هذا التخصص الذي أشرته إليه مراعاة أهل الاختصاص فاتسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومنه أن هذا الحديث يؤصل للمنهج التجريبي في الحياة التي تقوم على أكتافه الآن الحضارة البشرية كله تقوم على أكتاف المنهج التجريبي أني كنت في مشكلة أحدد هذه المشكلة أفترض لها الفروض أجرب هذه الفروض أرى ما يصلح منها وما لا يصلح أتبع ما يصلح أتجنب ما لا يصلح المنهج التجريبي الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات البسيطة اليسيرة أنتم أعلموا بأمور دنياكم وكلمة أعلم لا تنفي أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده علم ما ولكن ليس كعلم المتخصص النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بواد غير ذي زرع فلم يكن بلغة الناس اليوم ولم يكن مهندساً زراعياً ما عندهش ولا يعيبه هذا كل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي السبب الرئيس في بعثته صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالات الله تعالى وهدايته إلى الناس جميعاً كل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً فمقصد الكرآن الكريم في حماية الدين وحفظه وحماية النفس البشرية وحفظها وحماية العقل وحفظه وحماية النسل أو النسب وحفظه وحماية المالي وحفظه هذه المعاني السامية الكاملة الوافية معاني تؤكد على صلاحية هذا الدين في كل زمان وصلاحية هذا الدين في كل مكان قلت وأشرت إلى أن مثلاً حفظ النفس ليس معناه فقط أو ليس قاصراً فقط على حفظ حياة الإنسان لا هو يمتد إلى ذلك أن تكون هذه النفس نفس سوية نفس بعيدة عن مظاهر الاكتئاب الذي تجدوه منتشراً في المجتمع من مقاصد الشرع الشريف أن تكون النفس متفائلة أن تكون النفس متطلعة أن تكون النفس ذات أمل وليست نفساً منكسرة وليست نفساً كئيبة وليست نفساً أنت تقرأ في القرآن الكريم مثلاً على لسان سيدنا يوسف عليه السلام وكيف يؤصل في أخيه قال إني أنا أخوك فلا تبتأس بما كانوا يعملون انظر مع هذه الشدة التي تعرض لها يؤصل فيه أن يكون صاحب أمل وتطلع إلى فضل الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون بعض الناس مجرد يتعرض لفتنة أو يتعرض لمأزق أو يتعرض لضيق مالي أو شدة في عملي أو أي مشكلة من مشكلات الحياة يصاب بكثير من الاكتئاب وكثير من الأحزان وتتوالى عليه فوق رأسه ولا يستطيع منها فكاكا هكذا يتصور فالقرآن الكريم بقول له لا هذه النظرة لا ينبغي أن تكون بحال من الأحوال المتأصلة في نفس المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما أصابه من شدة شديدة في الهجرة ووقف المشركون أمام باب الغار ولو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا يقول لسيدنا أباكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لا تحزن إن الله معنا كلمة قالها موسى عليه السلام من قبل العدو من ورائنا والبحر من أمامنا فماذا نفعل قال إن معي يا ربي سيهدين مع الفرق طبعا بين المفردات أو بين الكلمات والتعبيرات فرق كبير أقول هذا ليس فقط دعوة أنبياء في تأصيل اطمئنان النفس وحفظها من أمراض العصر ده حتى النفس السوية أو النفس المستقيمة قبل نزول الوحي الشريف قبل نزول القرآن الكريم قالتها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وده آية ودرس عظيم في بيوتنا الزوج يقف بجوار الزوجة ويشد من أزرها والزوجة أيضا تقف بجوار زوجها وتشد من أزره قالت والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الدهر تصور حتى قبل يعني نزول تشريعات الله تعالى ونزول آيات الله والحكمة الفطرة السوية في الإنسان بتقول إن الإنسان عندما تكون نفسه نفسي مستقيمة نفسي متزنة نفسي عاقلة هذه النفس تكون أبعد ما تكون عن الإصابة بالأمراض النفسية والتلوثات الفكرية والمذهبية تجد القرآن الكريم مثلا وهو في طريقه لتهذيب هذه النفس يحث الإنسان على أن يستشعر صفات الله تعالى وأسمائه الحسن الله لطيف بعباد إن ربي لطيف لما يشاء الله إن الله كان بكم رحيمة إن الله بالناس لرؤوف رحيم حفظ النفس في الإنسان وفي الإسلام ده يعني ركن ركين وأساس مكين في دين الله تعالى تجد القرآن الكريم أيضا يدعو النفس البشرية إلى أن تكون مطمئنة عن طريق الإكثار من ذكر الله الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب أنا مش محتاج بس إنسان يعني حي يرزق يغضو ويروح يأكل ويشرب لا أنا محتاج إنسان ذو نفس مطمئنة ذو نفس مستقرة الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب تصور نفسا تكثر من الحمد دايما يقول الحمد لله دايما يستشعر نعمة الله تعالى عليه دايما يعترف بهذه النعمة ده ذكر الحمد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد تصور نفسا دائما تقول الله أكبر الله أكبر أكبر من متع الحياة الدنيا أكبر من التكسب المال أكبر من تكسب الجاه أكبر من المناصب أكبر من كل شيء الله أكبر تصور نفسا دايما تردد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كلمة كنز من كنوز العرش تصور نفسا تلتمس وتلتزم هذه الكلمات أنه يخرج من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته إذن حفظ النفس في الإسلام يمتد ويتسع ليشمل أن تكون نفسا سوية أن تكون نفسا متزنة أن تكون نفسا لا يوجد فيها تناقض بين الدنيا وبين الدين لا يوجد فيها تناقض بين ما عند الناس وبين ما عند الله عز وجل هذا النموذج قدمه النبي صلى الله عليه وسلم كأعظم تقديم وزرعه أيضا في نفوس أصحابه رضوان الله تعالى عليهم فخرج لنا هذا الجيل العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تأمرون بالمعروف يعني تدعون الناس إلى كل خير وتنهون عن المنكر تحذرون الناس من كل شر وتؤمنون بالله تعالى تاج الدرة أن تؤمنوا بالله عز وجل حق الإيمان لكي ينشر الله تعالى عليه خيره وينشر عليكم دره إذن عناية القرآن الكريم بالمقاصد وضرورة فهم عناية القرآن الكريم لكي ننجو بأنفسنا عن تلك الدعاوة الباطلة والفلسفات الضالة وكل دعوة تؤدي إلى ما يناقض دين الله عز وجل كل دعوة تؤدي مثلا إلى إحداث بلبلة أو إشاعات في المجتمع كل دعوة تؤدي إلى عدم استخدام العقل كل دعوة تؤدي إلى الركود الفكري كل دعوة تؤدي أن تسلب الإنسان هذا التكريم العظيم الذي كرمه الله عز وجل دعاوة لا قيمة لها ولا ينبغي أن يلتفت إليها ولقد كرمنا بني آدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة أو جنازة فقام إليها فقال الصحابة يا رسول الله إنها جنازة يهودي المعنى هؤلاء الذين يعادونك ويقلبون القبائل عليك ويعني دائما يسعون في الإفساد في الأرض ودائما يسعون لمحاربة هذا الدين لا جنازة يهودي ماذا كان رده صلى الله عليه وسلم قال أليست نفسا يعني أليست بهذا نفس تستحق التكريم لا بأي سبب إلا بسبب أنها نفس بشرية تستحق كل إجلال وكل تقدير أما المعتقد أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يتقبل منا بفضله وكرمه اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصفتي على هذه الكلمة الطيبة ونعود إلى فضيلة الشيخ محمد حسن من علماء وزارة الأوقاف في الجزء الثاني من كلمته الحمد لله رب العالمين يا من له فضل علي في تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني فجئتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وذاك القدر يكفيني وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله محمد واسمه يشفي مواجعنا ما قاله موجع إلا وداواه هدية الله للدنيا ورحمته الله أدبه طفلا ورباه صلي يا رب وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد عود على بدء فقد ذكرنا آنفا أن الله سبحانه وتعالى جعل للقرآن الكريم حكما وغايات هذه ما تسمى بمقاصد القرآن أو المقاصد العامة للقرآن الكريم وعرج بنا الحديث على أهمية هذا الموضوع وعلى أن القرآن الكريم لم يكن كتابا يقف عند إعجاز اللفظ فقط بل تعدى ذلك بمراحل كثيرة وقد ذكرنا المقاصد العامة أما المقاصد الجزئية فلابد أن نوطئ لها بالحديث عن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن حين خاطب الناس في عهده المكي مغايرا ومختلفا اختلافا كثيرا أو متباينا عن مخاطبته للناس في العهد المدني فقد ذكر القرآن المكي كثيرا من الأدلة المبثوسة في الكون تدليلا وتأكيدا على أن الله تعالى هو الفاطر وهو الخالق وهو المبدع الصانع لهذا الكون ثم كان بعد ذلك تهزيب وتعليم للاعتقاديات وكان التأسيس لأهم أركان العقيدة الإسلامية فلما كان القرآن في المدينة اهتم بتأكيد التشريعات وسن الأحكام وكذلك اهتم بتنظيم أمور الحياة من بيع وشراء إلى آخره ومن هذه المقاصد الجزئية الله سبحانه وتعالى جعل في القرآن الكريم مقاصد جزئية منها نأخذ على سبيل المثال لا على سبيل الحصر أن الله سبحانه وتعالى مثلا قال في قوله سبحانه وتعالى أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ هذه الآية في صورة مكية والله سبحانه وتعالى وهي صورة الطور والله سبحانه وتعالى يشير إلى حادثة تقع بعد ذلك بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي غزوة بدر هم المكيدون أي الذين يعود عليهم وبال كيدهم أو يشير إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشير الله عز وجل في هذه الآية إلى غاية وإلى مقصد مهم وهو أن العواقب أو أن الأمور بخواتيمها وبعاقبتها ليست الأمور بآنيتها ونأخذ أيضا مثالا على ذلك لأن بعض العلماء حينما ذكر من مقاصد القرآن الكريم ذكر أن هناك مقاصد نصية نصها القرآن في نحو قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فذكر الله تعالى أن المقصد من القرآن التدبر والتذكر ثم العمل وهناك مقاصد اكتهادية اكتهد العلماء في الصنباتها مثلا حينما قال الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون المقصد من ذلك أن الله تعالى حين خلق الإنسان ميزه بأعظم عطية منحها الله وهي عطية العقل فمن اعتدى على أعظم هذه العطية استحق أن ينال الجزاء العظيم على ذلك لأنه اعتدى على عطية ومنحة منحه الله سبحانه وتعالى بها ونختم بهذه المفاضلة أو هذا المقصد العظيم في هذه الموازنة بين آيتين حينما طمأن الله تعالى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه محفوظ وأنه معصوم من كل من أراد به السوء أو الضرر قال الله عز وجل لرسول الله إنك بأعيننا فاصبر لحكم ربك إنك بأعيننا معنى إنك بأعيننا العين في القرآن الكريم حينما تطلق إما أن تطلق على معناها الحقيقي أو أن تطلق على معنى المجازي لقرينة دالة على ذلك والحق سبحانه وتعالى حينما ذكر في هذه الآية إنك بأعيننا هنا المعنى الحقيقي مستحيل إذن فلابد أن نلجأ إلى المعنى المجازي ألا وهو من معاني العين في اللغة العربية الحفظ والستر وحينما يطمئن الله قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنك بأعيننا يؤكد أنك يا محمد بمرأة مننا بل بحفظنا ورعايتنا فلا تشغل قلبك بما يقولون ولا بما يفعلون لأنك معصوم محفوظ بحفظ الله وليس بعد عناية الله عناية ولكن البعض قد يدرك هذا المعنى هذا معنى جهلي هذا معنى جلي جلي أي ظاهر ولكن هناك معنى مهم دقيق حينما قال الله لرسول الله قال إنك بأعيننا وهل إلى هنا واحد أم متعدد إلى هنا واحد سبحانه وتعالى فحينما يقول إنك بأعيننا يعظم الله تعالى نفسه وحينما يعظم الله تعالى نفسه يؤكد على عظمة العطية التي يعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التعظيم لم يكن بدلالة واحدة بل كان بدلالات منها مثلا أنه جمع ضمير المتكلمين أعين ناء ناء يقولون عنها ناء الفاعلين ثم جمع كلمة العين لم يكن فإنك بعيننا بل قال إنك بأعيننا فكان مناسبة جمع كلمة أعين مناسبة لناء الفاعلين مناسبة للتأكيد إنك وإن في اللغة للتأكيد إنك بأعيننا هذا مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم فإذا التفتنا إلى قوله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى ولتصنع على عيني فمعنى ولتصنع على عيني نجد ضمير الواحد يا المتكلم ونجد العين مفردة ولم نجد فيها مؤكدا دل ذلك على أن هناك مقامات بين أنبياء الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في رحاب سيدنا رسول الله وأن يجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن حفظا ومن أهل القرآن علما ومن أهل القرآن عملا نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم اللهم أعتق رقابنا من النار آمين يا رب العالمين شكر الله لكم فضيلة الشيخ محمد حسن من علماء وزارة الأوقاف والشكر موصول لسيدنا الدكتور محمد الصفتي من علماء الأزهر الشريف وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة وهذه الندوة من ندوات ملتقى الفكر الإسلامي وإلى لقاء آخر يتجدد إن شاء الله تعالى حتى ذلك الحين دمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته